السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب نرد ان شاء الله في درس جديد من دروس الانجلر هنتكلم عن الانجلر روتس ولكن ازاي بعد نافجيت بين الروتس من خلال الهتش تيميل عندما الوزر يدوس على اللينك تروح الروت معين نفس الوضع بالضبط لايه باستخدام الالينك كده موجودة في الاتجيميل ولكن ازاي بقى تعملها في الانجلر تمام احنا الوقت نقرأت عملنا الروتس والروتر دروقتي جاهز او ما انت بتنافجيت على اي حاجة تخص الروتس زي مثلا الother هيوديك على الكمبوننت اللي اسمه other تمام لو رحت على first هيوديك الكمبوننت اللي هو يلا معلم first تمام فعلينا نعمل مطوض الهاتج من الانجل ما نرأت نهوت في الرو نحن نخلي مطوض الهاتج تيميل تمام فانيجي نهوت فوق خالص ممكن خلي في دفعية تانية نسميها نف تمام نخلي فيها الهاتج وان اوكي نف تمام نخلي نهوت اي لينك عادي خالص فطنا نهوت قوله ايه رفضة هاتج او نفس الموضوع ايه تمام نهوت other ولكن في الاعادة اخلص انا بضيف النهوات اللينك اللي انا عايز اروح له لما الوزر يبليك على كلمة اضر نفس الموضوع على كلمة فرست ولكن اضبع مش بيستخدم كلمة هيروف دي ساعدنا حاجة اسمها راوتر لينك بتساوي اضر اعتقد في بور ونهوات نفس الموضوع اضر اعتقد انها في ديش او انا ممكن اكون حسب زاكرتي نفس الموضوع راوتر لينك بتساوي اضر اضر راوتر لينك بتساوي اضر 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 راوتر لينك بتساوي الموضوع راوتر لينك في مشكل؟ ممكن عشان بردو للتوضيح نكريت كوبوني الثاني نعمله راوتر حيث ان احنا بردو نراجع الدرس العديد نقول له vd slash source slash app on app نقوم بعمل ng generate component اسمه new component نقوم بعمل نحوات في المودل اجي نهوات على طول اروح جاي ضيفه على طول routes الباص سمي new و component new component سأعمل له انبوشت كده بقى خلاص في عندنا حاجة اسمها new routes او ماليوز الروح على new بيودي على new component نروح على new component في html بتاعته اقول له component works تمام واجي على app واخد واحد ثاني نهوات كده control copy time control v بدلها اقول له نهوات new نروح انجلر يعمل هناك successfully تمام other اللي تبقى new في مشكلة هل هناك مشكلة او او تمام تمام ربما ندفر new الف الف بروك نروح على new component works other first كده كده يمكنك انجل هو راوتر Outlet اللي احنا نحو تحطينا مكانه وفهمت باتني بس ان اللي بيتغير هو راوتر Outlet الجزء اللي هو اسمه راوتر Outlet اللي باده كله سابق تقدر انت تنافجيت براحتك سابق كل جزء ده بارعا هو الهدر خلي فيه فوتر والراوتر اللي بينافجيت كله هو الكنتنت نفسه زي الفيسبوك مثلا ممكن تبراوز وممكن تعمل كل حاجه مثلا وتلاقي فيه هدر فوق هو السابق وهو الهدر اللي فوق وفيه فوتر تحت وفيه مثلا سايد بار دول سابتين اللي بتغير هو المحتوى كل ما انت تروح الراوت معين اللي بتغير هو المحتوى ده بس ان شاء الله هنعمله في البروجيكت بعد كده ان شاء الله طيب ده كده ازاي ان انت هتستخدم الراوتر من خلال HTML زي ما قلنا كل الموضوع ان انت بده ما تستخدم الهيوف بتاعت الالينك هتستخدم الراوتر لينك تمام؟ في الدرس اللي جاء ان شاء الله هنتكلم عن ازاي بقى ان انت تتنافيجات من خلال الطيب سكريبت يعني under action ان هوت under user action يعني انت مثلا اليوزر عملت داس على click داس على first هتوديه على first ولكن تعب الوزر داس على button وعمل login وانت عايز تشوف لو سكسسفولي تروح رايح على ال home page مثلا لو مش سكسسفولي قل لا يا معلم انت مش ايه انت مشتلوق ده عنه وفي نفس الوقت عندك مشاكل تمام؟ فلا ان شاء الله هنشوفه في الدرس اللي جاي ايه السلام وفسرات وطلقات انا موجود دعا الان سوش ميديه شكرا وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته